الحمد لله العليم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد علمنا فأحسن تعليمنا صلى الله عليه وسلم العلم الشرعي من أهم الضرورات تحتاجه الأمة لعزها والفرد ليعرف كيف يعبد الله كما يرضي الله ويخرج من ظلمات الجهل إلى سماء العز ويصيب الحق ويسلك نهج الوسط والاستقامة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فأشهدهم على أعظم حقيقة وهي التوحيد والمراد بأولي العلم علماء الكتاب والسنة لم يأمر الله نبيه أن يسأل الزيادة من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علمه كل طريق يوصل إلى العلم يوصل إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم ولما كان من أهداف مجموعة زاد إيصال العلم الشرعي إلى الناس وتيسير السبل لذلك لتسائم في سد احتياجات المسلمين والمسلمات وليكون ذلك عونا على تيسير العلم الشرعي وتقريبه عن طريق هذه الشبكة وعن طريق قناة خاصة سعيا للوصول إلى المقصد الأساس وهو نشر العلم الصحيح المبني على الدليل الصحيح على العقيدة الصحيحة القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بأسلوب عصري ميسر بعيدا عن التعقيدات والغموب وتطويل الخلافيات ولما كان الله تعالى قد هيأ في هذا الزمان وسائل للاتصال وتقنيات تعين على التواصل والوصول كان من الحكمة أن تستعمل في التعليم وإصال دين الله إلى الناس وتعليمهم إياه وخصوصاً أن الكثير لا تتهيأ لهم ظروف التلقي المباشر المستمر وخصوصاً من النساء فكان لابد من الاستفادة من التقنيات في سد هذه الثغرة فهذا المشروع فرصة ثمينة للولوج إلى رحاب العلم واللحوق بركبه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما هي أهداف هذا المشروع المساهمة في نشر العلم الشرعي تكوين طالب العلم الشرعي ليحمل العلم الشرعي الصحيح بعيداً عن البدع والانحرافات نشر طريقة أهل السنة والجماعة في العقيدة ونشر الفقه الصحيح بالدليل من الكتاب والسنة بعيداً عن التعصب تثقيف عوامل مسلمين وخصوصاً في العلوم الرئيسة العقيدة والتفسير والحديث والفقه إعداد الدعاء إلى الله وتزويد هؤلاء الدعاء بما يحتاجونه من العلم في الرد على الشبهات ونشر الدين وتثقيف المرأة المسلمة والمساهمة بإعداد طالبات العلم الشرعي تقوم الأكاديمية بتدريس سبع مواد شرعية وهي علم العقيدة علم التفسير علم الحديث علم الفقه سيرة النبوية تربية الإسلامية نغة العربية تم الإعداد بأسلوب عصري ميسر بعيداً عن الإغراق في غريب الألفاظ والتشعبات استناداً إلى شروح المتقدمين من فقهاء السلف والمذاهب الأربعة ونخبة من العلماء المعاصرين مدة الدراسة سنتان مقسمة على أربعة فصول دراسية تتزامن مع الخطة الدراسية المعتمدة في غالب العالم العربي يدرس فيها الطالب خمسة أيام أسبوعياً بمعدل ثلاث محاضرات يومياً تبث مباشرةً لمدة ثلاثة أشهر متواصلة يجرى فيها اختباران شهريان ثم يكون الاختبار النهائي والتفصيل موجود في الجدول الدراسي في الموقع بهذا يكون الطالب قد أنهى أربعة فصول دراسية استوعبت الأصول الأساسية للشريعة فيرفع الجهل عن نفسه ويساهم في رفع عن الآخرين ويكون نواة خير في المجتمع ويستفيد من هذا الرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد ولم يبق إلا الجد في الطلب والمثابرة في السير نسأل الله أن يجعل قصدنا في أعمالنا ابتغاء وجهه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر